تتوالى الجلسات وورش العمل في اليوم الثاني لمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم ويشهد اليوم عقد ورشتي عمل بعنوان الخروج من دائرة الحرب إلى النمو الاقتصادي والمساعدات الإنسانية جسر الأمل في الأزمات كما تعقد جلسة نقاشية بعنوان نحو تعزيز الاستجابة للقوانين الدولية لتحقيق سبل السلام العالمية كما تعقد جلسة تفاعلية للنقاش الحر حول القضايا التي طرحها المشاركون هذا العام من خلال المبادرة بشأن قضايا السلام والأمن العالمي وحل النزاعات والحروب النهاردة كان فيه جلسة أنا كنت مشارك فيها متحدث فيها كانت بتتكلم عن ما بعد الحروب والإعمار وإزاي المفروض نفكر أو نخطط فيه إزاي هنعمل إعمار للدول اللي فيها سرعات الآن وحروب فاحنا كنا بنتكلم في الجلسة إزاي ممكن نعمل كده وطبعا النقاش تفتح والجلسة كان بيحضرها جميع الجنسيات وبرضو كان فيها جنسيات أصلا عانت من الحروب دي تم تناول أو تغطية عدة نقاط مثل تكلفة الحرب بشكل عام وبشكل خاص في غزة وشكلها إن هي اتخذت شكل أو الحروب على مر التاريخ بتأخذ شكل عمومية المكان والزمان إن هي لا تقتصر على دولتين الحرب وإنما تأثرها أو تداعيتها بتمتد لأبعد من ذلك الحقيقة المبادرة أو الإفنت يعني بالمحدث بشكل عام كان متنوع حضور متنوع قيادات في منظمات دولية قيادات في الدعم الإنساني وكمان خبراء متنوعين في كل المجالات النقاشات وورش العمل والجلسات محتواها كان قوي جداً